السلام عليكم أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية رادمي كي 50 برو هو أحدث هاتف رائد من علامة رادمي تجارية الفرعية من شركة شاومي تم الكشف عنه يوم 17 مارس مع مواصفات قوية جدا تتمثل في شاشة بجودة عالية ومعدل تحديث عال وتدعم العديد من الخصائص المناسبة للعبين بالإضافة إلى معالج هو الأقوى حاليا من ميدياتيك وذاكرة داخلية تصل إلى 512 جيجا بايت ومستشعر كاميرا رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل مميزات التصوير في هذه الفئة السعرية والأهم من ذلك هو الشحن السريع الذي يمكنه شحن البطارية بالكامل خلال 19 دقيقة فقط ولكي لا نطيل عليكم دعونا نتعرف الآن على سعر مواصفات الهاتف الرائد رادمي كي 50 برو قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو هذا الهاتف الرائد ظهر لأول مرة خلال المؤتمر الذي أقيم يوم 17 مارس وتم إطلاقه بشكل رسمي في بعض الأسواق يوم 22 مارس أبعاد الهاتف رادمي كي 50 برو هي 163 مم في الارتفاع و76 مم في العرض وبالنسبة لسمك فيبلغ حوالي 8.5 مم أما بالنسبة للوزن فلا يتخطى 101 جرام هاتف رادمي الرائد يدعم شبكات اتصال الجيل الثاني والجيل الثالث والرابع والخامس ويدعم تركيب شريحات اتصال نانو سيم شاشة هذا الهاتف تأتي بشكل الثقوب بالنوع أولاد بحجم 6.67 بوصة وبجودة الكواد HD بلاس وبدقة 1440 في 3200 بيكسل كما أن شاشة الهاتف رادمي كي 50 برو محمية بزجاج كورني غوريلا غلاس فيكتوس وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز وتشغيل محتوى HDR10 بلاس ودول بي فيجين مع دعم سطوع يبلغ 1200 شمعة في البوصة تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف رادمي كي 50 برو بمستشعر من سوني وبدقة 20 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2 وتدعم تصوير الفيديوات بدقة 1080 بيكسل بمعدل 3120 إطار في الثانية يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية الكاميرا الرئيسية تأتي بمستشعر من سامسونج بمقاس 1.52 بوصة وبدقة 108 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 2.8 وتدعم التذبيت البصري والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 2.2 والكاميرا الماكرو تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 2.4 والكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوات بجودة الفوركي بمعدل 30 إطار في الثانية أو بجودة الفول أج دي بلاس بمعدل 360 و120 إطار في الثانية وتدعم أيضا خاصية التذبيت الإلكتروني للصور بدوران يتم تشغيل هذا الهاتف بمعالج ثماني النوات من فئة ميديا تيك ديمينيستي 9000 المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة مالي جي 710 يتوفر هاتف رادمي الرائد بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام أو 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام نظام التشغيل الذي يعمل به الهاتف هو أندرويد 12 وواجهة المستخدم هي ميو آي 13 يحتوي هذا الهاتف الجديد من رادمي على بطارية ضخمة بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط ويتم شحنها من خلال منفذ يزبطي تي 2 سعر الهاتف يبدأ من 472 دولار أمريكي للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام ويبلغ حوالي 520 دولار للإصدار الذي يضم 256 جيجا مع 8 جيجا رام وسعره يصل إلى 630 دولار للإصدار الأعلى الذي يضم 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام في النهاية ندعوكم للإشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو شكرا للمشاهدة